اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نعجنه بالمدافئ العجينة التي ستكون ارتباء ولا خفيفة تقريبا بحل العجينة الخبز ونكملوه ان شاء الله بتحضير الحشوة العجينة هي مبعلمة العجنات هذا هو القوام كيف أكتلكم العجينة بحل العجينة الخبز سوف نخليها جانبا نغطيها سوف نخليها عغير هنا لاني قد نخدم بهذا بقيت لكم ما كانش الاختيمار بالنسبة للحشوة والعمارة الخفزي الشحمة يعني ضروري من الشحمة الكيمياء ترجع لكم على حسب اللي عندكم وقدش كتبغيبها وش بزاف وشوية هذا الشيء يرجع لكم فيه الاختيار عندي هنا كذلك البصلاء بالنسبة للبصلاء والفلافيل فانا قدرتهم فروب وقطعتهم رقيق رقيق بزاف هانتوما كيف كتشوفو يعني را عندي مقطعين رقاق وعصرتهم من الماء يعني درتهم بين يدي وعصرتهم زيان بالماء هذا واحد الشرط اساسي باش ما كانت تقطعش لنا العجينة ديال البطبط وكيخرج لنا منها الحشوة يعني ضروري ما خاصش يكون السوائل أو ليكون السائل في الحشوة هي في العادة الخبز دي الشحمة ما كيكونش فيه فلفلات يكون فيه غير البصلاء والشحمة مع العطرية انا تنبغي ندير الففلة اللي ما بغاهاش ما يديرهاش بيستغنع عليها كيف كتلكم خاصة تكون رقيقة وتكون معسرة ملمة الي ما عندكم شروبو فيكفي هكا غيرت القرادة ديال الربيع وقطعوها رقيقة بالنسبة لتوابيل عندي هنا الملح الملح هكا تبقى حسب الضوء عندي شوية ديال البزار عندي نسمع علقة كبيرة ديال كامون نسمع علقة كبيرة ديال تحميرة عندي واحد شوية هكا نسمع علقة صغيرة ديال الهريسة او السودانية كترجع بطاعة الحالية كترجع حسب الضوء ديالكم عندي هنا شوية ديال بودرات التوم الي ما عندكم ش بودرات التوم فاستغنعو عليها ديرو غير هاد توابيل هادو كين اللي كيدير فيها بودرات البصل كين اللي كيدير فيها كدلك كدير فيها راس الحانوت او لك يدير فيها المروزية باش كين يسمها و ممكن تستغنعو على هاد الشي هادا تماما غادي نخلطوا هاد الحوشوين ان شاء الله وهنا كذلك نسيت ما قلت لكم شو واحد المعلقة ديال الزيت صغير واحد المعلقة غير باش ينتاج مليا العناصر غادي ندير هنا هاد البصلة والولفلفلة اللي مقطعين رقار ومع سترين من الماء كان عاود نأكد انهم ما خاش يكون فيهم سوائل غادي نزيد هنا الشحمة شحمة انا عندي هاد الشحمة طحنتها كدلك في الروبو ممكن تديرها يعني في الموجة ما تكون جامدة ودوزوها في الحكاكة فهي كدت تحكم مزيان وما كتتعد بكمش غادي نزيد العطرية كاملة وهاد المعلقة هادية للزيت ونخلطها تشي كو حتى غادي نساجم بعد ما نخلطها بحلقة مزيان حتى نساجم كيف تشوفوا انا عندي هنا يحوش واراها ناشفة كيف تشوفوا غادي نجودة بلع جينة ان شاء الله غادي نشكل منها غادي نشكل منها بويرات الحجم بطبع الحركة كيف ترجع لكم متوما قدرش بغيتوا البطبط ديلكم غادي نشكل منها غادي نشكل منها غادي نشكل منها غادي نستمر حتى غادي نكمل شكيل ديال هاد العجين ديالي هكا على شكل كويرات مباخبت هيا بعدما نكمل الشكل ديال الكويرات ديالي ما ن quotaكمل ثما نحتاجم نضيف عجين ونقوم بعمل لا يكمل 5 دقائق غير الجهد الذي جمعته سنبدأه من أول واحدة لا سميدة لا زيت لا احتى شيء سنحاول الراقق نقوم بعمل الجوانب مستعوب نعطي الم 피�ster يقوم بشري كمية من الحشوه عمله طوصة قصير من ح expenditures قنقوة تقوم بالفق قم العلقة علي السماع الجنب انك عمل كمية من نزيد البطفوط سوف نضعها هنا ونكمل تشكيل البطبوط سوف نضعها في نفس الطريقة ترجمة نانسي قنقر سوف نستمرن على هات الشكل حتى نعما نرقع هات الكوريات اللي عندي دي العجين بحشوة حتى نكملهم كاملين وعد غد ندير المقلة ديالي كتسخن يعني مباشرة فاش نكملهم كندير المقلة ديالي كتسخن وغد نبدأ بأول وحدة اللي هي درتها في الول كتكون يعني رتاحت مع الوقت سوفي غد نقرسها انا هنا بالفينو اولا بدقيق القمح الصلب انتو ما ممكن تقرسوها بالزيت اللي بغيتو غير انا كنفضل انا الفينو عفوان اولا دقيق القمح باش مكيجونيش ميد دمين بزف يعنيش حمامل داخلو زيت من برا فكنفضل انا نندير هكا الدقيق وكننقرسهم مزيان ويكونوا رقاق مالافضل يعني يكونوا رقاقين باش مكيجونيش من عجنين وكيجي يعني المدق ديالهم زوين وكيجوا من السمين سوفي من بعد ما نقرسهم بحكا مزيان يعني رقاقين ونحاولوا يعني ما نخرجوش الحشوة باش ما تتقبش لنا العجين باش كيتفرق لنا من بعد مزيان وغد نديرها هنا في المقلة اللي غدي تكون سخونة والنار غد نديرها متوسطة النار انا غد نديرها متوسطة ما غديش نديرها عالية باش اولا باش تطيب لي الحشوة من الداخل مزيان وما قديش نديرها نقصة بزاف باش تفرق لي انا داك العجين ويتحل ويجيني يعني يخفيف ما يبقاش لي هكا كمدقص فمن بعد ما كنحطها انا هيك الرشة اليها وحد الرشة خفيفة ديال الزيت يعني خفيفة تقريبا ربع ميل عقصة غير ديال الزيت غير وحد الرشة باش كيعاوني هكا الزيت كيعطي اللي بتبوطك اللون محمر زوين كنت نحتك تقبط راسها من تحت وعادة كنقلبها بهذا الشكل ومن بعد هكا كنت نقلبها على كل جهات وكنت ندورها باش كنت تحمر ليا مزيان كيف قلت لكم حاولوا انكم ما تقطعوش العجين باش يتفرق لياكم عفوان ويتنفخ هنا انا كيف كنت شوفوا راها بدات كنت تنفخ ليا واخا يعني هادي البطبوط الاولى بالطبط فكانت تقبط ليا كيف شفته ولكن مني تنقلبها على الجهة الاخرى فهو كيتحلها كشوية ولكن قاع البطبوط تبارك الله البطبوط كامل اللي بقى ليا طيبته فهو كامل تفرق وتنفخ وجاني خفيف بزاف وكيجي لديل نتمنى صراحة نتجربوه كيجي من اروع ما يكون ومن الاد ما يكون صافي فهدل اثناء هادي انا را كنقرس وحدة اخرى يعني بنفس الطريقة وبنفس الشكل كنقرسها رقيقة غير كنحيد هادي وكندير الاخرى كيف شفته يعني به فيه فللاشارة فقط انتو مكا طيبو ما بين مسلا طيبته جوجو لوحدة وبليكم هكا جمعات سميدة اولادك الدقيق فانتو ما كاسمسحوه حين تكيت تحرق وكيلسقلينها هكا في البطبوط وكيعطيل هكا داك المنظر ديال الدقيق محروق مازوينش فكاسبقو تمسحو المقلاة مرة مرة فاش كتلقاوها عمرات بالدقيق هنه كيف كتشوفو هاو دبا غضي بضيت تفرق ليه مزيان مزيان فكامل تمرق الله هكا بتفرق وجاني خفيف نتمنى انتو ما تجربوه ان شاء الله هو ينجح معاكم ومتنسوناش بطبيعة الحلم اللايكات والتعليقات ديالكم الى جربتوه خليوا ليه الاراء ديالكم وكان هذا هو الشكل نهائي ديال بتطبوط ديالنا بشحمة اول الخبز بشحمة بطريقة اللي هي سهلة وسريعة كيف شتو بدون اختيمار وكيعطي واحد نتيجة اللي هي ممتازة كيف كتشوفو بتطبوط من اروع ما يكون اول خبز يعني وجدوه في الصباح الفطور ولا وجدوه القدي في العشية بغياء كيوجد وسهل مهل وهذه يفتحوا لكم باش تشوفوه ان شاء الله بسم الله هنا هادي اخر وحدة طيبة هر بقسخونة كيف كتشوفو كيجي رقيق وكتجي الحوشوة مفرقة في الداخل دياله كامل نتمنى يعجوكم وتجربوه ويلعجبتكم الوصفة ديالي دياليوم كيف العادة ما تنسوناش من اللايكات الفرطاج مع الاهل والأصدقائي لكم وفي مواقع التواصل الاجتماعي نسلي اول مرة كيشاهدوا القناة اشتركوا في القناة بالضغط على زل الاشتراك او لا ابوني او لا سبسكرايب الموجود اسفل الفيديو وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد وبهذا كان يكون وصلت نهاية وصفة اليوم مع وصفات اخرى ان شاء الله مع السلام